أزمة ديبلوماسية جديدة تولد بين أمريكا وإيران بعد رفض واشنطن منح مندوب إيران الجديد في الأمم المتحدة حامد أبو طالبي تأشير الدخول إلى أراضيها وفق ما أعلن ديبلوماسيون أمريكيون قائلين أن طالبي لعب دورا في أزمة الرهائن في إيران في الفترة الممتدة بين عامي تسعة وسبعين وواحد وثمانين عندما احتجز طلب متشددون إيرانيون موظفين في السفرة الأمريكية وفقا للقوانين الدبلوماسية هل يحق لواشنطن عدم منح تأشيرات للدبلوماسيين العاملين في نيويورك مقر المنظمة لسيما في ظل اتفاق يرعى هذه العلاقات موقع عام سبعة واربعين يشير إلى سيادة المقر ولايات المتحدة كدولة مضيفة تستطيع وفقا للقانون الدبلوماسي تستطيع أن تمنع أو أن ترفض إعطاء تأشير الدخول لأشخاص تعتبرهم غير مقبولين يعني برسونا نانجراتا وبالتالي هذه العملية تتعامل معها الولايات المتحدة مع الإيراني ليس بصفته سفيرا لديها وإنما أي شخص غريب تستطيع أن توافق على دخوله الإقليم الأمريكي قبل وصوله إلى الأمم المتحدة إيران عبر مجلس الشورى لديها أمهلات أمريكا عشرة أيام للتراجع قبل رفع دعوة ضدها فيما يرى الخبير في القانون الدولي شفيق المصري أن للأزمة ثلاثة حلول محتملة أعتقد أن الحل قد يكون أحد ثلاثة أمور إما أن يصار إلى تسوية ما مع الشخص ذاته أو أن تقوم إيران بتكليف أحد من البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة عوضا عن السفير أو أن تقوم إيران بتوفير شخص آخر يحظى بقبول هي ليست المرة الأولى التي تكون الأمم المتحدة أمام هكذا تحدي بين سيادتها وسيادة الإقليم الأمريكي ففي عام 88 رفضت الولايات المتحدة منح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تأشير الدخول لإلقاء خطاب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وذلك بعد أن قام بإعلان الاستقلال الفلسطيني الثاني من الجزائر وفي عام 2005 في عهد الرئيس أحمد النجاد رفضت إصدار تأشير الدخول لأكثر من أشين مسؤولا حكوميا إيرانيا ضمن وفده كانوا يريدون حضور الجمعية العامة ولم تقدم الولايات المتحدة أنذاك أي أسباب لقرارها كذلك حصل مع الرئيس السوداني عمر البشير العام الماضي وفي شهر أذار من هذا العام أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية السفيرة السورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بأنها حددت تحركه بقطر لا يتجاوز 40 كم حول نيويورك السؤال الأبرز المطروح هل سيؤثر هذا القرار على سير المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين؟ ترجمة نانسي قنقر